أين المكان والزمان؟ صور ومشاهد بموقع عربي بتعيد للأذهان صور ومشاهد انفجار مرفأ بيروت وأخطار ما توقعه مشيل حيك الليلة على قناة الأبيض أهلا بحضراتكم معنا في قناة الأبيض وحلقة جديدة من حلقات التوقعات ومعانا كالعادة توقعات نصر داموس العرب مشيل حيك والأخطار من التوقعات العربية والعالمية بفكرك سريعا تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعي التوقعات في العالم أما لو انت جديد معنا فارد تشرفنا دلوقتي بالاشتراك في القناة ومتنساش تفعل الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول مش الحاج بتوقع ان سيناريو بن علي في تونس حيوع للذاكرة من جديد تهريب الكبتاجون هذه المرة ومش الكمية هي الفضيحة فضيحة الاسم والشهرة ومن سيكون أي من الظاهري ولو متوفي رح يشغل جهات أمنية وانسحابات من أوبيك بتهز أوبيك وبتهز العالم احتراف رياضي عربي سوف يضاهي البلدان الرائدة بعالم الرياضة الكشف عن خطة لأعلان الأردن مملكة للسلام اسرائيل بتخطط لعمل عسكري لرفع معنويات جشها نهاية غير سعيدة في أحد ما يدين الخيل مرك الحديث الألمان والأوروبيين واهتزازات مطلحقة للمجلس الانتقالي وبرهون وزير خارجية تركيا على مفترق سياسي وأمني خطير رئيس بوتين وبعض المقربين منه بيتعرضوا لسلسلة من الصدمات فجأة حتسيطر الصدمة على إحدى حلبات الفورميلوان في الخليج العربي أسبوع الموضة هالمرة بنسخة عربية وعلى أرض عربية خليجية احتراف رياضي عربي يضاهي البلدان الرائدة في عالم الرياضة رؤوس كبيرة ووجوه معروفة وأسماء مشهورة نساء ورجال حتطلهم عملية محاسبة الفساد إسرار ملك المغرب على المصالحة حيكون أقوى من إسرار الجزائر على الخصومة غسام بن جدو بين الحسد والشهرة زيارات عالنية من الطيار إلى سوريا لكنها ذات أسرار النائب جبران بسيل يخالف بالتوقعات التحالفات والنتائج والخطر من اغتياله يزداد سليمان فرنجية يلتقي السيد حسن نصر الله عين بعين المناعة ضعيفة بين جيب الميقاطي وثناء الشيعي رغم الجرعة الثالثة النفط الروسي يحمل العالم دعسة ناقصة بتكلف بوتن غالي وما دافع بوتن بتسكتها اتصالات بايدن طائرة لها علاقة بالكويت بتثير الجدل كل القضية حتصير فوق ومن فوق طيران بطيران ومن كل الإياسات والأهم أنهم كطار ما رح يرجعوا لقواعدهم سالمين بأسلوب مفاجئ بين خط برنامج الهايبة بأسرته وجمهوره الجو غامض بيكتر التحليلات شوي الخطر بتجول بالنهر السين وبرج إيفل حالة طوارئ في الطيران الإيطالي إنعكاسات سلبية على الداخل الإيطالي جراء تدخلات في الحكومات العربية من جديد ظهور اسم الخرافية على الساحة الكويتية وعمان على موعد معيوم أحمر قاسي اهتزازين أحدهما أمني والآخر طبيعي وعين ترصدها لترفعها في البحرين ما يشبه لقاء قمة وأقطاب في الحرم المكي النفط الروسي رح يشمل العالم الحكومة الإيطالية بمهب الهزات المتلحقة وصمتها على المحك عملية بتتراوح بين الخطف والتغييب من الدرجة الأولى والمخطوف شخصية محورية بالمصار الليبي سقوط شخصية إيطالية من صف الرؤساء الأحداث الضخمة والأهداف الأضخم بتتدخل وتتشابك لتعمل من روما عاصمة بتحبس الأنفاس وموجة حزن بتأفش على شط مغربي بعد صوت نتنياهو اللي عم بيدج براسي وصد تهديده للبنان مش عم بفارق دينية فرقة حملة النعوش الأفريقية بعدتها وعتدها بالمنطقة طبعنا مقه فرنسي بيتحول لمعركة أدوار بارزة بصنع القرار باللبنان الجديد وكما في لبنان أيضا في سوريا هزة طبيعية ومش طبيعية بتضرب منطقة الجبل ومش كلها دايما على حدود اللبنانية السورية هل مرة من أحد المعابر حيعبر حل ومش حيالة حل مروحة أحداث وشقلبة كبيرة بانتظار حزب تشانج واركانو رح ينطلب أكتر من رأس أرميني كبير شخصية أرمينية بترفع اسم لبنان وبتعزز لي رصيده وبتجعله مفخرة بلبنان بدنيا الانتشار هتشكل الانتخابات الإيطالية نقطة تحول ومحور المعركة هذه المرة لحماس والجهاد الإسلامي بيفتح محمود عباس صدمات من بينها صدمة بتخص اسم ياسر عرفوت الأميرة هي الحسين في صورة تقلب المقاييس الشيخ محمد بن زيد بيغمر وبيقلب منقولة النار بأيديه لوصل المقطوع استنفرات مفاجأة في الإمارات بتنقلب وابت تنقلب السلطة الفلسطينية رأسا على عقب ثورة في فلسطين عنوانها حماس وغير حماس الفن الفلسطيني يربح معارج غير عسكرية بداية تسلل خلية إرهابية بيفقد ملك المغرب شخص عزيز أو قريب أو صديق الموضة العالمية في المرحلة القادمة ستكون عربية بامتياز خارق إيراني في العمق الإسرائيلي خبر عبور صحن طائر في سماء السعودية يهز المملكة والمنطقة تتوجه السهم صوب رئيس الوزراء الكندي وتظاهرات في كندا منها الغير سلمي تصفيت حسابات داخل الحرم المكي الصحون الطائرة وكل ما ينتمي إليها من أجسام غريبة نراهم هون بالمنطقة العربية شخصية عسكرية مغربية ببزار الرهانات واستثمارات سياحية عالمية على أرض المغرب العقار المغربي إلى ارتفاع رغم بعض الخضات أغادير بأحداثها ومهرجاناتها سياحية حتخطف أنظار العالم وظهور جيل شبابي واعد بيتخطى مهاراته بكرة القدم الأبطال المغربيين اللي حققوا الانتصارات بقطر حيتم فتح ملفات خطيرة جدا وكشف المسطور لفئة كبيرة من رجال الدين أم العاصف بتهب على الشاطئ الفينيقي الغرابة الكبرى سنرى إسرائيل ترعى أكتر من مصلحة عربية عربية صفحة مليئة بالألغاز حيكون محررها البابا فرانسيس وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس تركيا رجب طيب أردغان بيخطط لما هو بعد آية صوفيا وردود أفعال ومفاعل رجعية على قراره الأول بخصوص آية صوفيا تعالوا نشوف أخطر ما توقعه مشالحاك النهاردة مشالحاك بيتوقع تخبط بالبورصة وعالم المال والغدر بيشوق طريقه باتجاه بايدن وأنباء بصفحة عاجلة جدا عن أنطوني بوتشي المستشار الصحي لرئيس بايدن وعملية سقرية انتقامية خطيرة بتحمل اسم قاسم سليماني بارتداد عالمي بعيد المدى خارق إيراني في العمق الإسرائيلي لبعض الوقت بيتحول البرلمان التونسي ومحيطه لساحة مواجهة والموقع إجرومي غليان في الجماعة العربية بيفجر كانها بمحل وبينها وبين رئيسها والموجودين الحكومة الإيطالية بمهبات الهزات وصمودها على المحك خبر أسود بلاحق كرة القدم الإيطالية على أحد الملاعب وتطور العلاقات اللبنانية السورية بيفاجئ الجميع والمياه تحاصر الكويت انتكاسة في عالم إنتاج السيارات الألمانية والتوقيع والتوقيع المصيرية حتكون عنوان تاريخ سوريا الحديث سقوط شخصية إيطالية صور ومشاهد بموقع عربي بتعيد للأذهان صور ومشاهد من انفجار مرفق بيروت وبكده متابعين الأعزاء نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا النهاردة من أخطر ما توقعه ومش الحيك للدول العربية وللحلم بشكرك جدا على حسن المتابعة وإلى اللقاء غدا وتوقعات جديدة دمتم بكل الخير والحب وسعلا